تتسع رقعة الحرب اكثر فاكثر في تعز ومعها تختلف الاوصاف والتسميات ولم يعد من اللائق وصف ما تقوم به الميليشيا بالحرب على المدينة فقد اجتاحت الحرب المحافظة باريافها وحاضرتها هنا في مديرية حيفان الريفية يتمكن افراد الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية من التصدي لهجوم الميليشيا ودحرها من الجبال والمرتفعات التي كانت تتمركز فيها وتقوم بقصف منازل المواطنين تستميت الميليشيا منذ اسابيع في محاولتها السيطرة على منطقة ضبي اعبوس وتحشد في سبيل ذلك المقاتلين والعتاد حتى تتمكن من قطع الطريق الوحيد الواصل الى المدينة لكن صلابة المقاومين هنا تحول دون مبتغاهم الى جانب العتاد البسيط الذي لا يتعدى في معظم الاحيان السلاح الشخصي يتسلح المقاومون بالعزيمة للدفاع عن قرائهم وعن حقهم في الحياة تسيل الدماء لكن المعركة تستمر فلا وقت هنا للتوقف لعمل الإسحافات التي تتم بما يتوفر من الأدوات البسيطة أثناء القتال لأن المعركة هنا في سبيل الحرية والكرامة وهذا ما يجعل التضحية أمرا هينا مهما تعظمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر